بسم الله الرحمن الرحيم كنوز السيرة وجوب التثبت وفي الطريق وقعت حادثة لعمر بن أمية رضي الله عنه وذلك أنه نزل في ظل شجرة فجاءه رجلان من بني كلاب فنزلا معه فلما ناما أخذ السيف وقتلهما كان يظن أنهما ممن شارك في قتل أصحابه رضي الله عنه فلما قتلهما وجد معهما كتابا فيه عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قتلت قتيلين لأدينهما وانشغل بجمع ديتيهما صلى الله عليه وسلم فجمع من أصحابه وطلب من بن النظير وذلك أن في صلب المعاهدة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يشاركون في الديات فكانت بعد ذلك سببا لغزوة بن النظير ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم تألم جدا لهذه المأساة والتي قبلها الرجيع وصار يدعو على أولئك القوم في الصلاة شهرا كاملا يقنت ويدعو عليهم اللهم عليك برعل وذكوان وعصية فإنها عصت ربها وكان يلعنهم صلى الله عليه وسلم في صلاته حتى أنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت عليهم وذكر عن القتلى أنهم قالوا بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه وترك الدعاء على المشركين كنوز السيرة